أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا هم مي همر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استغى على الأرش وسخر الشمس والقمر قلوا يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع تجاورات وجنات وفي الأرض قطع تجاورات وجنات من عناب وزر ونخيل سنوان وغير سنواني يسقى بماء واحد ونفضل بعضا على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقومه يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا طرابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذروا ولقل لقوم هاد الله يعلم ما تهمل كل أنثها وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له وقباد من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد من حمده والملائكة من خيفته ويرسل الصاعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال